موجز الثالثة من التلفزيون المصري تحية لكم تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة نيابة عن أعضاء الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وخلال اجتماعه الأسبوعي أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ماضية في تعزيز دور القطاع الخاص لسيما في محور الصناعة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية مشددا على ضرورة تشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تطرح كما استعرض مدبولي أيضا نتائج زيارته إلى عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان مشيدا بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان وفي مقدمتها شركة هاير وبيكو حيث تمكنت خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية من إنشاء المصانع على أعلى مستوى وتجهيزها بشكل كامل والبدء في الإنتاج مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بالقانون رقم 187 لعام 2023 تضمنت هذه اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحكاما تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمرانية فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى وتوابعها وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع تبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قابول اللجنة الفنية طلب التصالح والتصرف في حالة رفض طلب التصالح أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي العربي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان أن تحاسب بإسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين شدد أبو الغيط على أهمية النضال في كل المساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناصي أفق سياسي لفلسطين المستقلة وذلك بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية في الطريق هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها دعت مصر دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقوف على الجانب الصحيح للتاريخ وقد حملت في كلمتها التي ألقاها مندوب مصر أسفير محمد مصطفى عرفي في افتتاح اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية مما ينذر بإفشال جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة ويدفع لحدوث تبعات جسيمة على الجميع بما فيها إسرائيل أؤكد في مستهل كلمتي أن الموجف المصري واضح بجلاء منذ بداية الأحداث استرفض مصر وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآن المسؤولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل الميداني المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحسيسة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاز الهدى للإنسانية وإدخال مساعدات الغازة إلى قطاع غزة ويدفع الأمور إلى كارثة إنسانية محدقة ذات تبعات وخيمة للغاية على الجميع بما فيهم إسرائيل أعادت السلطة الفلسطينية تقديم طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش يطلب فيها رسميا النظر مجددا بطلب قدمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد وذلك لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى تنفيذ فوري للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية قال جوتارش في كلمته أمام اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمن البشرية إنه يفكر في مليوني إنسان في غزة لا يتمتعون بالأمن على الإطلاق ويبحثون بشدة عن الحماية من الجوع والمرض والقصف وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة التي قتلت موظفين بمنظمة المركزية العالمية قد رفعت عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في هذا العدوان إلى 196 عاملا بما في ذلك أكثر من 175 موظفا في الأمم المتحدة اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بالإضافة إلى أسرى سابقين وعدد من عمال غزة أثناء وجودهم في مدينة راملا أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس وراملا وأضافت الهيئة أيضا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلتهم ثمن رئيس الهلال الأحمر الأردنية الدكتور محمد الحديد دور الهلال الأحمر المصري خلال الأزمة الراهنة من الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة أضف الحديد أن الهلال الأحمر المصري نجح في مواجهة العديد من التحديات الكبيرة لإدخال المساعدات إلى غزة منذ اليوم الأول للحرب وأوضح أن الجانب المصري عمل ومازال يعمل على إنفاذ المزيد من المساعدات في القطاع وذلك في ظل الأوضاع الصعبة والظروف غير الإنسانية التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع مشيرا إلى أن هذا الجهد الإنساني سيحكي عنه التاريخ قال تيم لندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن أن ضغوط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهدف إلى حماية حركة الشحن في البحر الأحمر ربما يثني قوات الحوث اليمنية عن شن هجمات على السفن أكد كينغ أن بلاده تفضل الحالة الدبلوماسية وأنها تعلم أنه لا يوجد حل عسكري حذرت الولايات المتحدة إيران من استهدافها أردا على هجوم استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وأبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم علمها المسبق بالهجوم الذي ألقت تهران بمسؤوليته على إسرائيل وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إنهم لن يترددوا في الدفاع عن جنودهم مكررا تحضيراتهم السابقة لإيران ووكلائها بعدم استغلال الوضع مرة أخرى لاستئناف هجماتهم على العسكريين الأمريكيين تستعد الكويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخمسين غدا الخميس في أول استحقاق من نوعه منذ تولي أشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في الكويت في ديسمبر يتنافس في هذه الانتخابات وهي الرابعة منذ ديسمبر 2020 مئتان من المرشحين والمرشحات وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود بينما يبلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 850 ألفا وصلنا إلى ختام موجز الثالثة تحية لكم وإلى اللقاء